السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع الأعداد من صفر إلى 199 المقارنة والترتيب إذن دعونا نبدأ أحسب ذهنياً أحسب أعداداً محصورة بين عددين معلومين خمسة عشر وتسعة عشر الأعداد المحصورة بين العددين خمسة عشر وتسعة عشر هي كالآتي ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر أستكشف أراد الأطفال مقارنة المبالغ المالية التي بحوزتهم مروى 135 مليم ورمزي 175 مليم هشام 185 مليم قالت مروى أنا أملك مبلغاً أقل من مبلغ هشام ورمزي فمن منهما يملك أكبر مبلغ؟ لمعرفة صاحب أكبر مبلغ من بينهم علينا تمثيل جميع المبالغ ومن ثم مقارنة المبلغين أولاً أمثل المبلغ الذي يملكه كل طفل على المعداد موسيقى ثانياً أساعد هشام ورمزي على مقارنة مبلغيهما المبلغ الذي يملكه رمزي 175 أقل من المبلغ الذي يملكه هشام وهو 185 إذن هشام هو من يملك أكبر مبلغ ثالثاً أساعد الأطفال على ترتيب المبالغ المالية التي يملكونها من الأكبر إلى الأصغر مائة خمسة وثمانين أكبر من مائة خمسة وسبعون أكبر من مائة خمسة وثلاثون أتدرب أولاً أكتب الأعداد الممثلة بالقطع المنطقية التالية ثم أقارنها ثانياً أمثل الأعداد على المعداد ثم أرتبها تنازلياً مئة سبعة وثمانون أكبر من مئة ثمانية وسبعون أكبر من مئة خمسة وستون أكبر من مئة ستة وخمسون ثالثاً أضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي مكان النقاط مئة وخمسة وعشرون أكبر من مئة وثلاثة وعشرون إذن نضع علامة أكبر من مكان النقطة مئة وخمسة وأربعون أصغر من مئة وأربعة وخمسون إذن نضع علامة أصغر من مكان النقطة مئة وثلاثة وعشرون تساوي مئة وثلاثة وعشرون إذن نضع علامة يساوي مكان النقطة مئة وخمسة وثمانون أكبر من مئة وأربعة وثمانون إذن نضع علامة أكبر من مكان النقطة رابعاً أرتب الأعداد تصاعدياً مئة وخمسة وعشرون أصغر من مئة اثنان وثلاثون أصغر من مئة خمسة وثلاثون أصغر من مئة ثلاثة وستون أصغر من مئة أربعة وسبعون مئة ثلاثة وعشرون أصغر من مئة ثلاثة وأربعون أصغر من مئة خمسة وخمسون أصغر من مئة خمسة وسبعون أصغر من مئة تسعة وثمانون خامساً خرج الفلاح لجمع الصابة فجمع من الحقل الأول 158 كيسا ومن الحقل الثاني 155 كيسا ما الحقل الذي جمع منه الفلاح أقل عدد من الأكياس؟ أعلل إجابتي الحقل الثاني هو الذي جمع منه الفلاح أقل عدد من الأكياس لأن 155 أقل من 158 أوظف لعب الأطفال بالقطع النقدية التالية فكون أحمد أكبر مبلغ ممكن ذي ثلاثة أرقام وكونت مرام أصغر مبلغ ممكن ذي ثلاثة أرقام أولاً ما المبلغ الذي كونه أحمد؟ لمعرفة المبلغ الذي كونه أحمد علينا أن نجمع جميع القطع النقدية 5 زائد 10 زائد 20 زائد 50 زائد 100 يساوي 185 مليم إذن 185 مليم هو المبلغ الذي كونه أحمد ثانياً ما المبلغ الذي كونته مرام؟ أصغر مبلغ ذي ثلاثة أرقام من الممكن تكوينه هو جمع أصغر قطعة نقدية بمئة إذن 5 زائد 100 يساوي 105 مليمات 105 مليمات هو المبلغ الذي كونته مرام ثالثاً أكوّل مبالغ مالية ذات ثلاثة أرقام ثم أرتبها تنازلياً من بين المبالغ المالية المتاح تكوينها من خلال هذه القطعة النقدية هي كالآتي 20 زائد 100 يساوي 120 مليمان 5 زائد 10 زائد 50 زائد 100 يساوي 165 مليمان 10 زائد 20 زائد 100 يساوي 130 مليمان 165 أكبر من 130 أكبر من 120 أقيم لعب الأطفال لعبة بطاقات الأعداد يسحب كل طفل ثلاثة بطاقات ثم يحسب مجموعها ذهنياً فتحصل على ما يلي أولاً أكتب الأعداد التي تحصل عليها كل طفل تحصل خليل على 165 مليمان تحصلت نجلاء على 169 مليمان تحصل مراد على 168 مليمان تحصلت ألفة على 166 مليمان ثانياً أرتب الأعداد التي كتبتها ترتيباً تنازلياً 169 أكبر من 168 أكبر من 166 أكبر من 165 تحصل على ما يليمان تحصل على ما يليمان